ونحن في الجواب الكافي أيضاً لا نسعى إلى التعبير حتى يتحول البرنامج إلى تعبير الرؤى طيب نعود إلى سلة الأخوة أبو مصحب يقول عندنا في العراق وهذا أول مرة يحدثنا عارفون هذا لا يجري في العراق لهذا العراق يسألوننا عن القتال والعدو الذي يحتل بلاده هنا يقول أن هناك في العراق من يحذرني مجموعة من مشايخ وهذا ما يسمى الجرح والتعديل في مشايخ معينين هذا له توجه وهذا له مقصد وهذا شيخ سلطة وهذا شيخ ربما مداهن وهذا خارجي وهذا تكفيري إلى غير ذلك التوجيه ليس للعراق لجميع المسلمين في العالم الإسلامي في قضية تصنيف الناس هذا الحقيقة بلا ابتلية به الأمة من البلاو التي ابتلية بها نحن لا شك نقول بعلم الجرحة التعديل ولا نقول أيضاً أن العلماء كله أنهم من المعصومين لكن حقيقة الذي يقع الآن هو يسأل العلماء وقد سبقاً ألفت رسالة تعرفون عام 1412 بعنوان لحوم العلماء مسمومة وقدمها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن بل ورسالة موجودة في موقف المسلم وأثنى عليها وبيّنت المنهج الصحيح والمنهج الشرعي في نقد العالم لا نقول إنه معصوم لكن الذي يجري الآن ليس كذلك الحقيقة هو إسقاط العلماء وأحدث فتنة عظيمة أنت توفي سؤال الأخ أبو مصعب تقول العراق تقول هل وصل إليكم هذا الأمر يا أخي منذ سنوات عندما كان بريمر في العراق كان بعضهم يقول هذا ولي أمر المسلمين نعم بعض هؤلاء بريمر اللي مندوب الأمريكي المندوب الأمريكي كان يجب طاعته ولا تجوز مخالفته ولا يجوز مقاتلة بريمر ولا رافضة الأزيرة لماذا؟ لأن بريمر ولي أمر المسلمين في العراق نعم يا شيخ هذه حقيقة لا أتكلم منه بل أعظم من ذلك في البرازيل جاء أني طالب يدرس هنا الآن يقول والله أننا كنا في البرازيل وفي مسجد وجمعية على خير حتى جاءنا هؤلاء فارتد البعض من البرازيلين عن الإسلام من هؤلاء يا شيخ؟ وناس أنت تعرف من هؤلاء في التجرح والتقليل ما سلم منهم أحد الشيخ هل تعرف أن من جاءني منهم والله يقول عن سماحة الشيخ رحمه الله ابن جبرين ظالم وظل عنده طوام كانوا يقولون عن الشيخ بكر أبو زيز رحمه الله كان يقولون العلامة لكن لما خالفهم وألف كتابه التصنيف وحذر من التصنيف وتقسيم المسلمين أصبحوا يسبونه ويشتمونه حقيقة ما سلم الله القليل فهذا بلاء فأسأل الله أن يهديهم وأن يردنا وإياهم إلى الحق وأن يكفينا ويكفيهم شرهم فهذا بلاء عمت بالأمة وهذا المنهج واضح وبين وجلي ينقد العالم بالنقل لكن من ينقد العالم؟ ينقد العالم هو العالم الذي فعلا يعرف الأدلة وليس شباب قد يكون بعضهم ليس عنده علم شرعي ويقلدون نتكلمون عن تقليدهم ونشد الناس تقليدا هذا بلاء فأنا أنطح جميع الحقيقة وأن لا يدخل في هذا الموضوع وأنصح بالإعراض عن هذا الموضوع اسمح لي أن أرى منهجا ذنتني في هذه القضية أرى الإعراض عن هذه القضية وأعرض عن الجاهلين وإذا مروا باللغو يمروا كراما لا نجعلها قضية حتى بين طلاب العلم بعضهم يتكلمون في هذا الموضوع وما هو الموقف أرى الإعراض وعدم السماع وعدم القراءة هذه الأشياء وأن ينشغل الإنسان بذاته وأقول كما نصحني أحد المشاهد قبل أيام قال أيضا أن يتوافق لأنه علم عن منهجي أنني لا أرد على هؤلاء المخالفين ولا أناقشهم وقلت ربما يقول بعضهم حق أسأل الله أن يكون حقا صحح في خطأي لا أتعصب لنفسي قال أيضا أنا أدعو إلى أن يتوافق الظاهر مع الباطن فقلت لهم والله وأنا أقولها أمامك والله أنني أدعو لهم في سجودي أدعو لهم بالهداية والتوفيق والله في صلاة الجمعة اليوم أنني أدعو لهم بسجودي بالهداية والسداد وأن يكفر الله تعالى عن المسلمين شره وشرهم لأن من حديث أبي هورا وأنت كف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك فأنا أقول لك كف شرنا عن الناس فهذا صدقة عظيمة جدا وبلية الأمة بهذا البلاء كما أشرت في الجزائر في العراق عندنا في البرازيل لارتد البعض عن الإسلام قال ما كنا نعرف أن عندكم هذا الاختلاف لأن البعض قالوا في البرازيل لا يجد تسل خلف فلان ولا تسل خلف فلان يقول فارتدوا عن الإسلام بسبب هؤلاء وهيضا جزيرة تبعد أقرب يابسة يابسة ستة ألاف كيلو متر كانوا سنوات ثلاثين سنة على اتفاق وعلى سنة وعلى منهج حتى جاءهم أمثل هؤلاء وفرقوا جماعتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر